اشتركوا في القناة بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافة بالتعادل واحد واحد بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة وبهذه المناسبة اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف عن اعتزازه وفخره بانابة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليف عاهل البلاد المعظم لتتويج الفائزين في مسابقة كأس جلالته لكرة القدم وقال سموه نحتفل في هذه الايام باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعاه الله مقاليد الحكوم في البلاد في ظل ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة في مختلف المجالات بما فيها الجانب الرياضي الذي حقق في العهد الزاهر العديد من الانجازات على المستوى الاقليمي والقري والعالمي بفضل الرعاية الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل جلالة الملك للرياضيين في مختلف البطولات الامر الذي ساهم في تحقيقهم لانجازات كبيرة كفلت رفع اسم وعلم البحرين عالياً وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليف النادي الاهلي برئاسة السيد خالد كانو أعضاء ومنتسبي وجماهير النادي بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ومؤكداً سموه أن هذا الفوز جاء بجدارة بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة على امتداد مباريات المسابقة مشهيداً سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيسه وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق في المباراة النهائية والتي أسفرت عن تحقيق هذا اللقب نوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالأداء المتميز الذي ظهر عليه فريق المحرق في المباراة النهائية وتحقيقه للمركز الثاني في أغلى الكؤوس وبحرص لاعبي الفريق على تقديم المستويات المتميزة في رحلتهم نحو المنافسة على اللقب الغالي متمنياً للفريق التوفيق والنجاح في المسابقات الكروية المقبلة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود التي بدلها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة بمناسبة التنظيم المتميز لمسابقة كأس جلالة الملك لكرة القدم والمباراة النهائية على الكأس الغالية مشيداً سموه بتعاون جميع الجهات والتي ساهمت في إبراز الحدث بشكل متميز من كافة النواحي أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالحضور الجماهري الكبير الذي شهدته المباراة النهائية وبحرص الجماهير على مساندة الفريقين الأمر الذي أعطى المباراة الختامية رونقاً متميزاً وأدخل الحماسة في نفوس اللاعبين من أجل تقديم أفضل مستوياتهم في المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر